موسيقى نشط التسعى برشاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين مقتل 24 وجرح 7 آخرين في اشتباكات بين الكتيبة 166 وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالمدخل الشرقي لمدينة سرطة 15 قتيلا وعدد من الجرح حصيلة للشباكات بين مسلح الطوارق ومسلح التبو في اليومين الماضيين قوات عبرية الكرامة تستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة محاولة التقدم نحو عدة محاور ببنغازي ومجلس شرى الثوار يؤكد صده لكل تقدم بجميع المحاور موسيقى قال رئيس غرفة عمريات سرطة تابع لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام محمد الزاد إن اشتباكات عنيفة تدور في المدخل الشرقي لمدينة سرطة بين قواتهم وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وأشر الزادما في اتصال بقناة ليبيا لكل الأحرار لأنه قد جرى قصف موقع لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة النفلية مذو يومين أدى إلى مقتر وإصابة عدد من أفراد التنظيم وتدمير آريات وذخائر وأكد القائد الميداني بالكتيبة 166 محمد لحصان في برنامج خبر وبعد أن الاشتباكات بمدينة سرطة بدأت بعد هجوم ما يعرف بتنظيم الدولة على أحد المعسكرات التي تخضع لسيطرة الكتيبة وقفت مصدر من غرفة العمريات المشتركة لرئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام بوصول 24 رثة و7 جرحة إلى مستشفى بن سينة بمدينة سرطة جراء الاشتباكات الدائرة في جنوب شرق المدينة بين القوات المكلفة من رئاسة الأركان بتأمين سرطة وقوات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وأشر المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار لأن الاشتباكات قد خفت حدتها ظهرا من جهاتي أكد رئيس المجلس المحلي سرطة مفتاح السيوي وجود اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور جنوب شرق المدينة منذ فجر اليوم بين الكتيبة 166 المكلفة تأمين سرطة وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية حيث تسمع أصواتها بشكل واضح داخل المدينة وأوضح السيوي أن سرطة شهدت في المدة الماضية حالات قتل وخطف على الهوية كان آخر تلك الاعتداءات مقتر أحد أفراد الشرطة العسكرية وسط المدينة وأشار السيوي في اتصال بقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن أغلب مؤسسات الدولة في سرطة معطلة فيما تعمل المصارف دون توفر السيولة بسبب الوضع الأمنية وبخصوص الاشتباكات التي حدثت اليوم بسرطة فاذ الخبير العسكري محمد النعاس بأن التنظيم جهز نفسه لهذا الصراع وجمع أسلحة ومؤنا مستفيدا من الموقع الاستراتيجي للمدينة هذا التنظيم ليس لديه قوة كبيرة يهاجم بها مرة واحدة ويحتل الأرض لديه عناصر تقوم بعملي هنا وعملي هناك ربما بطريقة مدروسة لتشتيت الانتباه لتشتيت جهود القوات التابعة للدولة هذا كله وارد لكن نحتاج لمعرفة كثير من التفاصيل الميدانية للحكم على الحدث أفاد الناطق باسم القوة الثالثة المكلفة تأمين الجنوب محمد غليوان بأن حصيرة اشتباكات في اليومين الماضيين بين مسلح الطوارق ومسلح التابو وصلت إلى 15 قتيلا وعدد من الجرحى فضلا عن خسائر مادية كبيرة وأكد المصدر ذاته في اتصال بقناة ليبيا لكل الأحرار احتجاز عدد آخر من قبل مسلح الطوارق مشيرا لأن الوضع في المدينة في مدينة أباري يشهد هدوءا الآن عقب المعارك العنيفة التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الأزمة عبدالله الثنية أمس بمدينة البيضاء بأعيان ومشايخ قبائل التابو وذلك في إطار ما تقوم به حكومة الأزمة من أجل المصالحة بين قبائل التابو والطوارق ووضع حد للأزمة الإنسانية التي تعانيها المنطقة وكان الثني قد اجتمع الأسبوع الماضي مع عيان ومشايخ الطوارق ضمن الجهود المبزولة من أجل التواصل لمصالحة بين القبيلتين ولرفع المعاناة عن أهل الجنوب وصف أعضاء تجمع ساحات الثورة والحراك الوطني للطوارق في منطقة الجنوب في وقفة احتجاجية لهم بمدينة سبا حوادث القتل في مدينة أباري بالعمريات الإجرامية من قبل من سموهم بالميليشيات الكرامة وطلب بيان التجمع المجتمع الدوري بتحمل بسورياته تجاه هذه الأوضاع مطالبين الحكماء والأعيان والأهالي في الجنوب بالالتفات إلى المدينة والتواصل مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول ندين وبشدة كل أعمال الإجرام من القتل وسفك الدماء المتواصل في مدينة أباري من قبل العصابات الإجرامية التي تنتهك حرمات الآمنين ندعو حكومة الإنقاذ الوطني بالنظر العاجل والفوري للوضع الإنساني لمدينة أباري وإيصال المساعدات الإنسانية وإرسال فرق الإغاثة للمنطقة وإعلان مدينة أباري مدينة منكوبة هذا وأكدت ناطقه باسم القوة الثالثة المكلفة من الجنوب محمد أغريوان استمرار المساعي من أجل إتمام عملية تبادل الأسرة بين أهالي المحتجزين من أفراد القوة الثالثة ومحتجزيهم في مدينة الزنتان وأضف كريوان أن أهالي المحتجزين توجهوا إلى مدينة الزنتان من أجل مناقشة الإفراج عن ابنائهم وأن قواته التزمت بأغلب الشروط التي اتفق عليها والتي كان منها فتح الطريق الرابطة بين سبها وبراك والسماحة بدخول المساعدات لكنهم لم يتلقوا جوابا حتى الآن من طرف محتجزي أفراد القوة في الزنتان حسب قوله أفاد عضو لجهة التواصل في مجلس شراء ثوار بنغازي الزروق الكيلاني بأن القوات التابعة لعملية الكرامة استادفت مناطق الصابري وشارف فينيسيا وسوق الحوت بالأسلحة الثقيلة ناهيك عن استهداف منطقة الليثي بالطيران العمودي وقال الكيلاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن طيران الميغ التابع لعملية الكرامة قصف أيضا معسكر السابع عشر من فبراير ومنطقة الصفصة في القوارشا ومنطقة أردبايرا فضلا عن قصفه لهذه المناطق بالأسلحة الثقيلة وأشار الكيلاني لأن هذا القصف مستمر منذ الصباح الأمس وحتى ظهر اليوم وقد صدت قوات مجلس شراء ثوار بنغازي محاولات تقدم على الأرض من قبل القوات الموالية لحفتر هذا وتدور الشباكات عنيفة منذ ليلة أمس في محاور فينيسيا وأم مبروكا وسفرج وكشف مصدر بمجلس شراء ثوار بنغازي قيام المقاتلين التابعين للمجلس باستهداف قاعدة بنين الجوية بعدد من صواريخ القراد وأضاف المصدر أن طيران الحربية تابع لحفتر شن غارة جوية على موقع لمقاتلي مجلس شراء ثوار بنغازي في منطقة القوارشا موضحا أن هذه الغارة لم تسفر عن أي أضرار بشرية قال عضو لجة التواصل في مجلس شراء ثوار بنغازي الزروق الكلاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مجلس الشراء لا زال يسيطر على جميع المحاور مضيفا أن الطيران التابعة لعملية الكرامة قام بقصف محاور بعيرة وبعطني والليثي مجلس شراء ثوار بنغازي لا زال مسيطرا على موقعه في أغلب المحاور في جميع المحاور أما القصف بالأسلحة الثقيلة وبالطيران تم في هذا اليوم القصف من قبل الطيران التابع لعملية بيون ثمام عمية الكرامة في أغلب المحاور بعيرة وبعطني والليتي فقصف بالميد والطيران العموجي وبالأسلحة الثقيلة قال مصدر الامني في غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لفجي ليبيا أن معسكر مشويشة تعرض لقصف من القوات التابعة لما يعرف بجيش القبائل مما أسفر عن سقوط جريح واحد على الأقل من جهة أخرى قال الناطق باسم قوات فجي ليبيا في محور قاعدة الوطي الجوية طهر الغرابلي أن الوضع في محيط القاعدة يشهد هدوءا حذرا منذ ما يقارب اليومين أكد أمر غرفة العمليات في المنطقة الغربية حسينبودية لاتفاق بين عيان وحكماء وثوار المنطقة الغربية وجب النفوس والمنطقة الوسطى وترابلس الكبرى في اجتماعهم في مدينة الزاوية اليوم على تشكيل لجنة مختصة بالتفاوض والحوار تمثل عملية فجي ليبيا عن كل منطقة وطلب بوديا عبر قناة ليبيا لكل الأحرار الطرف الثاني بالخروج للشعب الليبي وتوضيح مطالبه من الحوار للوصول إلى اتفاق وطني موضحا أن المفاوضات المواضية كانت مع بعض الأشخاص وليس مع الطرف الثاني كاملا وأنه لم يبادر إلى حد اليوم بحسن نية جدية على حد قوله وأضف بوديا أن المجتمعين أكدوا دعمه لمدينة الزاوية ضد الاعتداءات المتكررة فضلا عن وحدة الصف بين الثوار في عملية فجر ليبيا وأضف أمير غرفة عمريات المنطقة الغربية التابعة لفجر ليبيا أن اشتباكات عنيفة دارت اليوم في محيط قاعدة الوطية بين قواتهم والقوات الموارية لما يعرف بجيش القبائل تم على إثرها سيطرة قوات فجر ليبيا على عدد من المواقع اليوم ساعدت جفعة قاعدة الوطية مشهر كبير بعد تقدم لقواتنا وحدود استباكات قوية مع قوات ما يرون بإصابات التنتان وبيش القبائل التي تخاول الدفاع عن قاعدة الوطية حتى الآن معارك لذلك طارية والشديدة في محيط قاعدة الوطية أعلن في مدينة العزيزية بورشفانا اليوم عن تأسيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبيلة وورشفانا إدارة شؤون القبيلة في جميع نواحي الحياة بالتعاون مع الجهات المقتصة تحل جميع الكيانات السابقة من مجلس الحكماء والشورى ولجان الأزمة وباقية اللجان الأخرى كما أننا نتقدم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير لكل أبنائنا الأبطال الذين حرروا الوطن قال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية عبدالقادر مساهل إن المقاربة الجزائرية والأمريكية ومقاربة الأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا تصب في اتجاه حل سياسي في هذا البلد واعتبر مساهل عقب اجتماع مع آمري قوات أفريكوما الجنرال ديفيد رودريغيز إن هذا الحل السياسي سيسمح بتشكيل حكومة وفاق وطني مؤكدنا همية الاستقرار في ليبيا ليس فقط بالنسبة للبلدان المجاورة وإنما أيضا بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة والفضاء المتوسطي وشرم ساهل إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيساعد أكثر على استقرار الوضع في مالي والمنطقة عبر رئيس حزب العذالة والبناء محمد صوان عن ترحيب حزبه بجهود التهديئة التي نجحت في وقف الاقتتال بين الليبيين في السدرة وبراك الشاطي ومناطق ورشفانة وغيرها وأدت إلى تبادل للأسرى بين العديد من المدن في مبادرات ليبية خالصة بحسب صوان وطلب صوان الجهات الرسمية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة بتبني جهود التهديئة والمصالحة ووضع الضوابط الكثيرة لإنجاحها وقطع الطريق أمام كل المحاولات التي تسعى إلى إفشارها أو تعطيلها وطالب صوان بطمأنة تيار الثورة المتوجس من اختلاق التصالح أو استغلاله في غير مصلحة الوطن بعيدا عن التخوين والتشكيك في نوايا القائمين على هذه الجهود والساعين إليها قال بيان صادر عن تحالف القوى الوطنية أن اجراء أي انتخابات في ظل انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة لا تعد كونها محاولة أخرى لاستنساخ الفشل السابق حيث أن فرصة الانقلاب على نتائج الانتخابات لا تزال قائمة بحسب البيان وعضف البيان أن أي مبادرات أو أفكار تطرح من أي طرف لا بد أن تصب في إطار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا والذي يجب دعمه ومغازرته باعتباره المخرج لأنسبة للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية بحسب البيان ودعى التحالف إلى العودة لدستور عام 1951 المعدل في سنة 1963 مع تعديله فيما بعد بما يتوافق وظروف الحالية يطرح بعدها للاستفتاء العام ليصبح دستورا دائما للبلاد انتقد رئيس حكومة الأزمة عبدالله الثنية المجتمع الدولي بسبب عدم محاربته ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا على غيرار سوريا والعراق وقال الثني في تصيح لراديو سوا إن المجتمع الدولي تعامل مع الإرهاب بمفهومين ويحرك أسطوله وكل ما يملك من تقنية لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في المشرق العربي مضيفا أن الإرهاب واحد ويجب محاربته أينما كان وأضاف الثنية أن عدم تمكين المجتمع الدولي الجيش الليبي من محاربة المجموعات الإرهابية التي بدأت تنتشر في ليبيا على حد تعبيره سيؤثر في الدول الكبرى قائلا أن الإرهاب سيصلها إذا تقاعست عن محاربته التاسعة متواصلة وفيها بعض الفصل أصحاب الحرفة اليدوية بالمدينة القديمة يواصلون العمل رغم ما حل بصناعتهم اليدوية من كساد بسبب الأوضاع الأمنية مقتل 24 وجرح 7 آخرين في اشتباكات بين الكتيبة 166 وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالمدخل الشرقي بمدينة سرطة 15 قتيلا وعدد من الجرح حصيلة الاشتباكات بين مسلح الطوارق ومسلح التبو في اليومين الماضيين قوات عملية الكرامة تستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة في محاولة للتقدم في عدة محاورة ببنغازي ومجلس شرى الثوار يؤكد صده لكل تقدم بجميع المحاورة طالب التكتل الاتحادية الوطنية الفيدرالي هيئة صياغة مشروع الدستوب بالاستفتاء على المواد الحاكمة بالدستور في كل إقليم على حدة قبل تقديمه للاستفتاء وبين التكتل في رسالة وجهة إلى الهيئة أنه في حال نتج عن الستفتاء أغلبية مطالبة بالنظام الاتحادي في إقليم برقة وتعذر ذلك في طرابلس وفزان واجب يعطاه الإقليم وضعا مشابها لإقليم كردستان العراق وأشر التكتل إلى أنه في حال عدم تحقيق مطالبه من خلال الدستور فإنه سيدعو سكان برقة إلى عدم الاعتراف بالدستور الجديد بجميع الوسائل المتاحة قال وزير خارجية التونسية طيب البكوش إن بلاده تمتلك معلومات تؤكد بأن الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري لا يزال على قيد الحياة ولا يزالا على قيد الحياة وأضاف البكوش أن بلاده لا تصرح إلا بما يجب التصريح به لأن ذلك يهدد حياة الصحفيين بحسب قوله وبحسب وكالة الأنباء التونسية فإن البكوش قد أشار إلى أن بلاده قد ترفع الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عجز القضاء الليبي عن حل خيوط ما وصفها بالجريمة في لقاء تلفزيوني قال رئيس الحكومة التونسية لحبيب الصيد إن عدد التونسيين الذين تم إيقافهم مؤخرا في ليبيا لا يتجاوز الخمسة والأربعين شخصا موضحا أن الرقم المتداول في وسائل الإعلام غير دقيق ومبالغ فيه وأضاف الصيد أنه تم إيقاف التونسيين لأن وضيتهم بليبيا لم تكن قانونية بسبب عدم حصولهم على رخص إقامة مواكدا أنه تمت حالتهم إلى مصالح الهجة في ليبيا في انتظار إيجاد حلول لهم في استياق نفسه نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن وزير شؤون الخارجية الطيب البكوش قوله إنه طلق وعدا بإطلاق صراح المواطنين التونسيين المحتجزين في ليبيا مساء أمس وأضاف البكوش أنه لا يثق بالوعود مشيرا لأنه يتوجب انتظار الساعات القادمة من أجل معرفة ما إذا كان سيطلق صراحهم وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن وأضاف البكوش أن بلاده تراعي مصلحتها ومصلحة مواطنيها قبل كل شيء في إشارة منه لمؤاخذات عربية بشأن الموقف التونسي من الأزمة في ليبيا عبر رئيس المجلس المحلي في تورغاء عبد الرحمن الشكشاك عن رفض النازحين من أهالي المدينة لمقترح مجلس الوزراء في حكومة الأزمة التي كلفها مجلس النواب بإنشاء وحدات سكنية للنازحين خارج المدينة وأضاف الشكشاك أن أبناء المدينة يرون في هذا القرار مشروع لإعادة توطينهم خارج مدينتهم مشيرا إلى تواصل الجهود من أجل حلحة الموضوع وطلب الشكشاك حكومتي البلاد بتأييد مبادرات الحوار بين تورغاء ومصراتا والاتفاقات الموقعة في الداخل والخارج والتي كان آخرها الاتفاقية التي وقعت برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي نصت على رجوع جميع نازحي ليبيا إلى مدنهم في توقيت أقصه الحادي وثلاثون من ديسمبر المقبل أكد رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العابة صديق الصور أن محكمة جنايات طرابلس حجزت قضية رموز النظام السابق للنطق بالحكم الثامن والعشرين من شهر يوليو القادم وأضح الصور لقناة ليبيا لكل الأحرار أن محامي الدفاع عن رموز النظام السابق أنه في جسد اليوم جميع المرفعات وأن النيابة العامة أعطت رأيها النهائي وأشر الصور لأن أغلب المتهمين أقروا اليوم بمعلومات تثبت تورطهم في قتل الليبيين أو علمهم بتفاصيل الحادثة نفسها نشأت وزارة التربية والتعليم عدد الطلبة والطالبات النظاميين المتقدمين لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثنوية للعام الحالي 2014-2015 وهو 41 ألفا وأربعمائة وأحد عشر طالبا وطالبة وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الامتحانات مرعي برحيل أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية وحدها بلغ أكثر من 22 ألفا فيما قدر عدد الطلبة في امتحانات الشهادة الثانوية بـ 18 ألفا ومائة وثمانية واربعين وأضف برحيل أن 3956 هو عدد طلبة المنازل وقد بلغ عدد الطلبة والطالبات النازحين داخل البلاد والذين سيتقدمون الامتحانات في المناطق التي نزحوا إليها 2796 طالبا وطالبة تضم أسواق المدينة القديمة في ترابلوس عددا من المباني الآثرية والتاريخية التي يعود بعضها إلى ما يزيد عن 500 سنة وتزخر بعدد كبير من صناعات التقليدية اليدوية لكنها تشهد اليوم تراجعا في جذب السياح على جانب نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا كما هو الحال في سوق الغزارة تفاصيل أوفا في التقرير الآتي المدينة القديمة في ترابلوس التي تأسست في القرن السادس قبل الميلاد تحتوي على عدد من المباني الآثرية والتاريخية التي يعود بعضها إلى ما يزيد عن 500 سنة خلف أسوار المدينة التي تمتد على 48 هكتار تنتشر عدة أسواق منها سوق الترك وسوق الرباع وسوق اللفة وسوق القزدارة وغيرها أسواق تعبقوا منها رائحة التاريخ هنا بين هذه الشوارع الضيقة لا تسمع غير أسوات المطارق في سوق القزدارة وسوق الحاس مهنة تورثها هؤلاء الحرفيون عن أبائهم وأجدادهم يشكلون من النحاس الخام أوانية يستعملها المواطنون في حياتهم اليومية خام طبعا حاسدها يخش في عدة مجالات في التصنيع منهم أول النحاسية هؤلاء الحرفيون يتمسكون بمهنة الأجداد رغم محل بصناعتهم اليدوية من كساد بسبب الأوضاع الأمنية التي أدت إلى تراجع عدد السياح الأجانب الذين كانوا من أهم زبائنهم من خفاض الطرب على الصناعة التقليدية ورغم ذلك لم تخفت مطارق الفضة والنحاس في ترابلوس الصناعات التقليدية التي تدون تاريخ الوطن وتنقله من جيل إلى آخر تحتاج اليوم إلى وقفة جادة من السلطات الليبية للحفاظ عليها من الأندثار وإيجاد آليات حتى يحافظ الحرفيون على مورد رزقهم الوحيد إلى عنوان النشرة مقتل واربعة وعشرين وجرح سبعة آخرين في اشتباكات بين الكتيبة مائة وستة وستين وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالمدخل الشرقي لمدينة سيرتا خمسة عشر قتيلا وعدد من الجرح حصيلة الاشتباكات بين مسلح الطوارق ومسلح التبو في اليومين الماضيين وات عمرية الكرامة تستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة في محاولة للتقدم في أدة محاور بمنغازي ومجلس شرى الثوار يؤكد صده لكل تقدم بجميع المحاور حتام النشرة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر